طبطين وتديئ وتثبيت طقم الأسنان المتحرك سواء تركيبة جزئية أو تركيبة كاملة بالبان صمارة طبعاً أنتم مستغربين من العنوان ومستغربين من الفكرة زي ما أنا كمان كنت مستغرباها جداً كطبيبة أسنان ولكن لما سمعتها من متابعين كتير على القناة ومترددين على العيادة إنهم بيستخدموا البان صمارة لتثبيت طقم الأسنان بدأت أبتدي أفكر فعلاً في الموضوع دوت وأبتدي أخده بمحمل الجد فابتديت أسأل الناس اللي بيقولولي إحنا بنستخدم البان صمارة لتديئ وتبطين وتثبيت طقم الأسنان فوجدت إن الناس ديت بتقولي ده حل عملي وجميل واقتصادي ومتوفر وما بقيتش بشتري أي مواد طبطين ولا بروح للطبيب أبطن طقم الأسنان ولا حتى محتاج إني أستخدم لاصق طقم الأسنان فبدأت أستمع بدأت أسأل أسئلة طيب هل بيعملكم تهيج في الغشاء المخاطي للفم قرح التهابات قطع جروح قالولي لأ طيب هل بيعملكم قوة مضغ غير متساوية وبتحس إن العظم نفسه وجعك بتاع الفك بردو لأ طب بيديك درجات ثبات آه بيديني درجات ثبات طب استخدمتها لمدة قد إيه كتير قالولي إن هم معتمدينها لسنين طويلة يعني معتمدين على اللبان سمارة وإحنا مش عارفين من سنين طويلة ناس بتستخدمها وفيه ناس تقولي أنا أجدادي زمان ما كانش فيه لاصق بيوصل مصر والمغرب العربي لأن طبعا الحاجات دي كلها مستوردة فكانوا بيستخدموا لبان سمارة بيثبتوا بيه طقم الأسنين فبدأت شوية أفكر فعلا في الموضوع طيب إيه هو لبان سمارة؟ وليه إشمعنا بالذات لبان سمارة؟ وإزاي نستخدمه بالطريقة الصحيحة لتبطين أو تديق أو تثبيت طقم الأسنين؟ لبان سمارة هو اللبان اللي كلكم عارفينه اللبان المصري اللي بيسمى لبان نتاية زي ما أنتوا شايفين أكيد متوفر طبعا في جميع الدول العربية بيبقى من مواد طبيعية 100% ما فيهوش أي ألوان صناعية ولا روائح ولا نكهات وفي نفس الوقت خالي من السكر وكمان نزلوا منه لبان سمارة الطري اللين مش الصلب الناشف زي زمان إلى جانب أنه هو آمن على الصحة 100% لو أنا ابتلعت منه أجزاء مش هيسبب لي أي مشاكل لأنه هو أصلا أكل يعني مضغ بيتمضغ بيدخل جوه الفم فهو آمن على الصحة العامة وكمان مش بيسبب حساسية لأغلب البشر وطبعا هو مادة جميلة جدا إن إحنا نبتدي نجربها لطبطين طقم الأسنان إزاي هستخدم لبان سمارة لطبطين طقم الأسنان طبعا بكون جاي بالطقم بتاعي منظف الطقم بالفرشة المخصصة للطقم والمعجون المخصص للطقم وشطفه كويس تحت مية جارية ومجففه كويس جدا وفي نفس الوقت طبعا بكون منظف الفم والأسنان المتبقية أو لو ما عنديش أسنان منظف اللاثة كويس ببتدي أجيب كمية من لبان السمارة طبعا على حسب 2-3 لو تركيبة صغيرة لو تركيبة أكبر طبعا أنت عارف حجم التركيبة بتاعتك وبتبتدي على النار على شعلة من بعيد تطري لبان السمارة يعني إيه تطري؟ يعني يمكن السيدات يفهموني أكتر زي ما بنطري كده الحلاوة اللي بتعملوها لإزالة الشعر أو السويت لإزالة الشعر نبتدي نطريها على النار لغاية لما البان السمارة يبقى عامل زي العجينة كده في إيدي وطري ولين أبتدي أحطه ووزعه على الجزء الداخلي من طقم الأسنان أوزعه كويس وهو ما يكونش سخنة قوي أبتدي أحطه في الفم ياخد طبعة الفم وأضغط على طقم الأسنان من جميع الاتجاهات ولو تركيبة علوية بضغط في منطقة سقف الحل وبحط التركيبة السفلية وبعد العضة المعتادة بتاعتي لمدة لا تقل عن 3 دقايق وبكده هتكون عملت طبتين أو تدي أو تثبيت لطقم الأسنان في المنزل دون شراء أي منتج من منتجات في الصيدلية ولا استخدام أي مواد كيميائية وهيثبت معاك وهيديك درجات ثبات مرضية جدا بالنسبة لإنك حاجة عاملها في البيت واقتصادية وسهلة وبسيطة ومن مواد طبيعية إلى جانب إن زي ما قلت لكم لبان سمارة خالي من السكر ما نشتريش لبان سمارة اللي فيه طبقة مغلفة بالسكر لا نشتري الناترال أو الناتر اللي هو البان سمارة اللي ما فيهوش أي سكر طبعا ما فيهوش أي سكر يعني مش هيربي بكتيريا مش هيعملي رائحة فم كريهة مش هيربيلي فطريات مش هيعملي تآكل أو دمور في اللثة يعني هيبقى صحي وآمن 100% طيب تسألوني هل ده لاصق ولا طبتين لا ده مش لاصق طقم الأسنان مش صمغ زي اللي بنشتري الغرة بتاع طقم الأسنان من الصيدلية لا ده يعتبر مادة طبتين أو تديق أو تثبيت أكتر لطقم الأسنان وطبعا ديت بطانة مؤقتة فورية يعني هنصنفها على إنها بطانة مؤقتة فورية لطقم الأسنان فلابد إن إحنا آخر اليوم بعد ما قضينا اليوم بالطبتين باللبان بقى نشيله بالليل بنخلع الطقم وننضف طبقة اللبان ديونكحتها وطبعا بتبقى إزالتها سهلة جدا وبسيطة وبعد كده بتنضف طقم الأسنان كويس جدا بالفرشة والمعجون وتنزل ميا جارية عليه وتبتجي تحطه فيه المحلول المطهر بتاعك طوال فترة النوم أصحى الصبح أجدد طبقة البطانة مرة أخرى لو أنا محتاج ولكن أنصح إن إحنا ما نمشي تماما لا بتقم الأسنان ولا بتقم الأسنان مع ملو البطانة ولا نسيب البطانة ونحطها فيه المحلول المطهر بتقم الأسنان زي ما قلتلكم قبل النوم بنخلع تقم الأسنان ونشيل البطانة وننضف الطقم ونحطه في المحلول المطهر بتاعنا وننام إحنا بدون تقم الأسنان أتمنى أكون في التوكم ونقلت لكم أفكار الآخرين اللي أغلبكم ما يعرفوش طبعاً الفكرة ديت اللي جربها ياريت يكتب لي فيه التعليقات إن كانت تجربة إيجابية ولا تجربة سلبية منتظر أقرأكم فيه التعليقات مش أطول عليكم بتمنى لكم دوام الصحة والعافية وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله